السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الاخلياتретي Ing. عمي 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 لها الليي لإخ باسم الله einzel Aramis عمي وشان أعراض بحالة بغيط مطيح بحالة بغيط مصخف أي حاذة كانت أرضها بالموت ليلة هيل الله أنا الوليد ياني مات ميني عندي أخي من السنين الله رحمه سعر رحمتي يا رب ما عرفت عنوش هاتي الشي اللي خلنا لي هاده هاده الخوف هاده او لا دباب بنتي السيهام كيف حالة عمر ديالك خمسة وعشرين عام متزوجة نعم عام ايه عندك شو وليدة ما يسمع وحد وليدكي لغي اندي جوج وليتها الله يخليهم ليك الله يخليهم ليك من علماء بنتي سيهم حكي لينا اشنا ما الخواتر اللي كتجمع الفكر ديالك ما افكي اي حاجة كان مقصتها كما بجمال يحتك كان مقصتها كتل لهم نجس وكان قوله رعب فيه نموت وكان قوله رعب فيه سفق غدية نموت الموم اي حاجة واخر غير حاجة اي حاجة كان حاجة كان حاجة بياك لا الا او. قلت لبنتي ادلتي شي اجراءات. مشي تعال شي طبيب شي معاليج. اذا مشيت ولكن فاش معاذبك انت كا كان رضاي. ما صلح لاشي الدواء ديال طبيبين في ثاني. ليلة هيل الله. الله يحفظك يا بنتي يا ربي. الله يحفظك ونجيك. يا ربي يا ربي. يا ربي يا ربي. يا ربي. يا ربي. يعني تزاق بغيط من نمرة ديالك. الله رحمه لي دين. وخى بنتي بإذن الله. الله يحفظك ويرعاك. وزيدك الله في المدد يا ربي يا كريم. ما يكون عندك بس بنتين موزك للستون دانس شاء الله. يتكون نمرة بنتي سيهام. سيهام بنتي هاد المرض اللي عندك. رمش انتي وحدك. هاد المرض للأسف شديد مسكوتون عنه. هادا مرض انتشر بشكل فضيع في العديد من الاوساط. وهو يصنف ضمن الوسواس القهري. هادا مرض الوسواس القهري له تجليات. كل واحد باش يشعر. كلك عنده الوسواس القهري بانه سحر. وان اللي سحر له اقرب المقربين اليه. اما المراكة تقول سحر لها زوجها. او الزوج سحرة لها مراته. او احد المقربين. وكي اللي كي عنده وسواس قهري كي كيشعر بان اه اه فلوسو غي تسرقو. التروة ديالو شو حتى يبعو كي يتلصص عليه غي ديالي يرزقو. او كي اللي عنده وسواس قهري عنده بنية صغيرة خايفة عليها تعرض الاغتصاب. غي تعرض لي كادا. هادا كوني له اوهام. اوهام. الدنيا لزت بهذا السوء. الدنيا جميلة. الدنيا حينما خلقها الله تعالى. حتى ربي عز وجل بغى بنا غالخير. حينما خلقنا نحن كنا عدم. كنا لا شيء. ومن التراب خلق الله الانسان. ثم صنعه وخلقه بيده وجمله وضع له العينين واللسان والشفتين واليدين والرجلين. ثم نفخ فيه من روحه. وقال كن فيكون فصار انسان. خلقه الله تعالى لكي يسكنه الجنة. هكذا خلق الله البشر. ليسكنه الجنة. لكن هذه الجنة باش الانسان يقدر القيمة ديالها ما عرفهاش. لدخلوا الجنة ما عرف القيمة ديالها. فربي دلنا واحد تجربة. قلنا غتش ديالوا واحد دورة تكوينية. دورة تدريبية فوق الارض. انزلوا اهبطوا فوق الارض. وسيدوا واحد سنين معدودة. بين الستين والسبعين سنة. غاتبش يديروا دورة تدريبية. وغتلقوا الفرحاء والسرور. وغتلقوا ايضا الحزن والالم والامراض. وكيفش غتتعاملوا معها. باش حينما تنتقلون وتعودون. تعودون الى داركم. احنا الدار ديالنا مش الارض. الدنيوية. دارنا هي الجنة باذن الله لواحد الاحد. غات يتلقوها عارف قيمتها. غات قلت اربي ابدلنا دار الخير. وهذاك هو الورد الحقيقي. وتلكم هو الجنة. اوردتموها بما كنتم تعملون. اوردتموها ذاك هو الورد. وقال في الله تعالى ساكتبها للذين امنوا. سيكتبوها لنا ان شاء الله. بفضله وجوده ومنه وكرمه. باذن الله. دائما نحسن نضم بله. فلهذا الانسان في الدنيا. غد يلقى بعض الامور اللي شديدة. عليه ان يعلم بان لا شيء يستحق. هاد النسل عندهم الامراض دلوسوس القهري. الاخير هما كيدخموا الاشياء. خصوصا لكي توهم بانه سوف يموت. والعياد بالله الام فضيع. انسان كي بدي تخيل بانه غدا ما غيصبح. وكيتخيل الادوى. شف مثلا كما قلت سيهام. اشي حاجة كتمشي فرجليها. غد تنمو لهذاك. او غير خيال من عندك. كيلي كي نشف له الريق. كيقول صافي غا نموت. كينلي كي ناس وكيلقى شي صليفة كيخرج لي من الفم ديالو. كيقول علامات سرطان. كينلي كي يجلسك قلبك يبقى يضرب. غادي يوقف لي القلب. كينلي كيتبالي خيالات في عينيه. كيتبالي خلايات كتجمع له اه كرويات او مستطيلات او خطوط. كيقول صافي هدا هدا علامات الوداع. هدا كله غير خيالة بنتي. قضية الموت. واش كين شي حد. شي حد غادي فلت من الموت. يا حقيقة الموت ربي خلقه وجعله في اينما تكون تدرككم الموت. ولو كنتم في بروج مشيدة. واش يمكنش واحد دبالان. قاري الطب. وعنده عنده جائزة نوبل في الطب. وجاه الموت. غادي يقدر يتحدى الموت. يقولي لا انا عايش. ابدا. اش حد للأطيب ماتوا. انا بقى نعقلت لأتقال منشي تاتة طبية غسلتهم بيدي ماتوا. وكان يقول اوه هدا طبايب مات. والطبايب عنده كادا. لا تطلع الطبية كنعقل غسلتهم بيديها. وجيتني واحد البكية. وبديت كانت نخصص. واحد سيد قال لي يون تكتب كي احنا بغيناك تهددنا. كان بكي يقول الطبايب مات. حكي نقول مثلا غزار ومعشي باللفت. هكذا الطبايب مات. بمعنى ان كل حاجة نقدر عليها الا الموت. لا ينجون لا منها. لما لكون مقرب. ولا ملكون معظم. حتى الملوك والسلاطين. اذا اجأ لأجلهم. لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. هدك بالأجل. فنكون مطمئنين. ارى من رحمة الله الوسيعة. اخفى علينا ساعة موتنا. ده بساعة الموت على الجميع. ارى محددة. لمستقر لها. لمستقر لها. احنا غادين لوحد الحين. وتنتهي القسمية دينا. ولكن متى? معلومة عند الله. لكنها خافية علينا. رحمة بنا. بضعفنا. فالانسان ما قد يخاف. واللي بغي يهرب من الموت اطلقه. قل ان الموت الذي يتفرون منه فانه ملاقيكم. تطهر بعلي من هنا. هو بغي يجريكم من هنا. كان يروع ان سيدنا سليمان عليه السلام. كان عنده واحد خادم. ودهك الخادم مطيع. وعمره ما طلبش حاجة. خادم راسه صغير. وكي يخدم باتقان. وكي يخدم بالولاء. الملوك يبغو الولاء. شكو يخدمهم بالامانة والصدق. هاد الخادم كان فرحان بسيدنا سليمان. قل فيه الولاء والصدق وكي يتيق به. وعمره ما طلبش حاجة. ما كي طلب لا فلوس. لا. قالي غير حبا فيك يا سليمان. انا اخدمك برموش عيوني. وسيدنا سليمان كي يستقبل الوفود. كي يجو عنده الوفود الشخصيات المهمة. كان ملكا وكان نبيا. وكان مما يأتيه مخلوقات غريبة. حتى من الجم والعفاريت. كان كي يستخدمهم سيدنا سليمان. ومرة جاء واحد مخلوق غريب. فلما دخل عليه خاف. قالت المخلوق هذا. ذاك الخادم خاف. ويوش وش. سيدنا سليمان. قال لي يا نبي الله. من هذا المخلوق اللي جاء. هذا ما هو جني ولا عفريت. العفاريت اللي كي يجو عندك نعرفهم. ولجون اللي كي يجو عندك نعرفهم. ولكن هذا غريب. شكن هذا. هذا. هذا مخيف جدا. قال لي هذا هو ملك الموت. فدخل الرعب في قلبي هذا الخادم. ويقول لي يا نبي الله يا سليمان. انا خدمتك سنين. عمرني ما طلبت منك شي طلب. ولكن اليوم جاء الوقت باش نطلب منك واحد طلب. ارجوك لا ما تردوش في وجهي. قال لي سيدنا سليمان. طلب ما تشاء. قال له. اريدك ان ترسلني عن طريق الريح. الى ابعد نقطة في العالم. بعيد عن ملك الموت. وسيدنا سليمان كان عنده الريح. غضوها شهر. ورواحها شهر. كانت عنده القدرة على انه يرسل ما شاء بالريح. فقال لي فين بغير تمشي. قال لي ابعد نقطة. ذي الساعة هو كان في فلسطين. في الشرق الاوسط. كان سليمان عليه السلام في المملكة دياله. فقال لي ارسلني الى الهند. قال لي سافعل. سيدنا سليمان ذي الساعة امر الريح في اللحظة. الرجل رحل القراس بانه وجهد في في الهند. لما رجع سيدنا السليمان عند ملك الموت بغير تكلم معه. القاكي خمم. قال لي يا ملك الموت. عشنا ولي خليك اتخمم. قل انا كان خمم ان الله تعالى امرني بقبض روحي هذا الخادم الذي عندك. انا عندي المساج. انا سوف اقبض روحه بعد توانين. ولكن ساقبضه في الهند. وليس هنا في فلسطين. فاذا بسيدنا سليمان قال له لقد سبقه قدره. الان هو الان هو في الهم. فعلا انتقل للتو ملك الموت الى الهند. فوجد الرجل قد وصل. قال لي هنا مكتوب عند الله منذ كنت جنيس بطن امك ستموت يوم كدا ساعة كدا في مكان كدا بادة كدا. فقبض روحه. فهذا معنى قول الله تعالى. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. ملاقيكم. اينما تكون تدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. واخدكن في المعزى الطبي. واخدكن في الحضر الطبي. ومعك طاقم من اعظم اطباء العالم. وعندك الاجهزة. القدر الله ما منه روب. لا يفر الانسان من قدره. فبقى تفهم سهام بان هدك الافكار التي تراودك. هدك تسمى الوسواس القهري. هدك جني سيء. فسترنا في صورة الجن. بانهم نوعين. هناك العلويين وهناك السفليين. العلويين هم مؤمنون. صادقون منشغلون بالعبادة والطاعة. كما امرهم ربهم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هدو العلويون. وكين السفليون هؤلاء. هذو كلكلوشار اللي عندنا في المجتمع دينا. كتلقى متشرد. وكتلقى يؤدي الاخرين. كيقلب على اي حاجة يؤديها. لقى سيارة واقفة راكينة. يجب المصمار وكيكرت سباغة ديالها. او هارس الزجاج ويهرب. يلقى فيتخين. فيها اه شي مغازا كيبيعو فاش عجا. يكسر الزجاج ويهرب. هكذا كيفعل. وليلقى كي اديه. لقى شي مخلوق يسرق ليه. او يضربوه او يهددوه او يسبوه. هدك تسموه هدو المؤذيين. والعيادو بالله. كذلك في عالم الجن. كين واحد الفئة من هدلك لوشار. كيقلب على الناس. وكيبدي وسوس لهم الوسوس القهري. وعلمان كيقلب على الضعافة. وكيقلب على المقهورين. وكيقلب على اللي هو في الخوف. اما اللي كيشعر بانه ليس ضاعف. هو قوي بالله. وكيشعر بانه لا يخاف. هو دائما مطمئن بالله. وانه لا يتردد. هو واثق بالله. دائما القوة بالله. ما كيقربش له. اه قول لي يجي مليون الف وسواس ما يدي منك والو. لا حق لا باطل. ولكن داك الضعيف. ودك الخواف. ودك المتردد. وكلاتون سائغة. اش كيقول داك لجينك يقول له. جاب لي الله في من تلها. وكيبلي تلها فيه. ومن لك يسالي. كيمشي في حاله. ويقول واحد اخوه او صديقه. اراك هنا واحد واحدة سيخد النصيب منك منها. اش بغى منك. هو كي وسوس لك كي يكون منك واحد المادة. في الجسم دينا. كتسمى رحيق الحياة. هديك المادة كتعطينا الحيوية. تعطينا النشاط. هو كي يبقى ياخد منك. وبالتالي كي ياخد القوة اللي عندك. فبغيتك بنتي سهام. خلصي من هاد الوسوس القهري. عيش حياتك. انت شابة. في مقتبل عمر. وعندك ولدات. عندك مسؤولية. عندك زوج. خصو يدخل من العمال ويلقاك فرحانة. ويلقاك متزينة. ويلقاك جلسة عائلية جميلة. ويلقاك متفائلة. هدش كله لا غير مراض بنتي. ولا غير مجرد وسوس قهري. فاسأل الله تعالى ان يحفظك. اسأل الله تعالى ان يشافيك. اسأل الله تعالى ان المتاكب الصحة والعافية ونددوا واحد فتحة جماعية اللهم يا رب العالمين شافي منا كل مريض وشافي منا كل سقيم اللهم يا رب العالمين رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادل سقما ولا يبقى الما اللهم شافينا بشفائك وداونا بدوائك واكلأنا بعنايتك ورعايتك واحفظنا بما حفظت به القرآن العظيم وبما حفظت به الكعبة المشرفة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وقوة الارواح وغدائها قلوا جميعا امين 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 يا رب احبابنا في الله صلوا كثير على مولانا رسول الله فان الصلاة على النبي تلقيح والصلاة على النبي حسن حصين والصلاة على النبي تطلع هرمون السعادة وتجعلك فرحا مصرورا مؤيدا بامر الله تعالى صلوا جميعا على مولانا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله